موسيقى نشط مفصلة للأخبار وإلى العنوي موسيقى قوات الاحتلال تكثف اعتداءاتها على مناطق الضفة الغربية وتقرر هدم منزل الشهيد عداي التاميمي ونيتنياهو يطلب تمديد مهلة تأليف الحكومة موسيقى الرئيس الروسي يشارك في قمة الاتحاد الاقتصادي لوراسي في قرغيزستان والبحث سيركز على إنشاء سوق مشتركة للغال موسيقى بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع السعودية رئيس الصينية تحدث عن عصر جديد مع العالم العربي وابن سلمان يرفض التدخل الخارجي في شؤون الصين بذارعة حقوق الإنسان موسيقى الحكومة البريطانية تعلن أنها ستستعين بالجيش لتأمين خدمة الحد الأدنى في المرافق الحساسة أثناء الإضرابات في فترة العيان موسيقى استمرار التظاهرات المنددة بعزل الرئيس البيروفي والأخير يقدم طلبا للجوء السياسي في المكسي موسيقى موسيقى أهلا بكم قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي مصادرة وهدم منزل الشهيد عدي التاميمي الذي استشهد عقب تنفيذه عمليتين كانت أخرهما عند مدخل مستوطنة معالي أدوميم جنوب شرق القدس المحتلة قبل نحو شهرين وأشر بيان صادر عن الاحتلال إلى أن قائد ما يسمى الجبهة الداخلية وقع على الأمر بعد رفض اعتراضات الأسرة الشهيد وجيرانه على قرار هدم الشقة الواقعة في مخيم شعفات شمالي القدس المحتلة وفي الساعات الماضية كثفت قوات الاحتلال اعتداءاتها في رمالة وغيرها من مناطق الضفة واستشهد مواطن فلسطيني وأصيب أخر بجراح خطرة قرب رمالة فيما شيع الجنين ومخيمها ثلاثة من شهدائها ارتقوا برصاص الاحتلال بعد اقتحام الجنود الإسرائيليين المخيم بهدف تنفيذ عملية اعتقال تقرير ناسي سلي لا يمكن أن يمر اقتحام مخيم جنين من دون أن يكون طارق الدمج أول المتصدين للاحتلال الإسرائيلي سلاحه جاهز ولثامه جاهز رغم كل المحاولات لثنيه لأنه شقيق شهيد وأب لطفلا وينتظر قدوم طفلا جديد عنده لعبة وطنية غريبة جدا والكل بعرف له عسل المخيم كله عنه بعرف له لا بها الحمد لله الحمد لله وكل بعرف شخصية طارق قوية وجريئة جدا والكل بعرفه بهذا الوضع الكل بعرفه بجراته غريبة عجيبة طارق استشهد بينما كان يحاول إنقاذ صدق زكارني الذي استهدفه لاحتلاله بالرصاص فارتقى شهيدا بينما ارتقى عطى الشلب وهو في طريقه إلى عمله برصاص قناص إسرائيلي فعطوا صباحة الكوات الخاصة على الأربعة وطارق كل ما يفوت الدواج بطلع من كل طارق عدي بعضهم بيكبلش دو يستشهد طلعهم وكبلهم واستشهد قصيادة صدق زكارني وراح قيموا وصابوا فوقه طارق وصدق شيعا في جنين على أكتاف رفاقهما فيما شيعا عطى في بلدته قباطية الألاف هتفوا دعما للمقاومة فيما أكدت كتيبة جنين وكتائب القسام تصديهما للاحتلال واستمرار العمل المقاوم الاحتلال فقط هدفه الانتقام بده فقط يمس عزيمة وإرادة شعبنا الفلسطيني لكن إرادة شعبنا وبعزيمة شعبنا وإيماننا بأله إن شاء الله رح نهزم هذا الاحتلال وفيما عمل إضراب العام والحداد جنين ومخيمها كانت قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية طالت نحو 17 فلسطينيا جنين كلها تقاوم وكلها مستهدفة إذ يسعى الاحتلال إلى كسر شوكة المقاومة من خلال سهداف جنين التي تصر على أن تنهض في كل مرة وتواصل النضال نسل سلمي من مخيم جنين الميادين جددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تأكيدها تمسك بكل فلسطين واعتبار المقاومة بكل أشكالها الخيار الأوحد لاستعادة الحقوق وخلال مهرجان في غزة لمناسبة ذكر انطلاقة الجبهة جددت الفصائل الفلسطينية دعواتها إلى إنهاء الانقسام فورا لمجابهة التحديات تقرير أكرم دلول تحت شعار انطلاقتنا مقاومة أحيت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ذكر انطلاقتها الخامسة والخمسين بمهرجان مركزي في غزة جددت خلاله تأكيد الثوابت والتمسك بالمقاومة باعتبارها الخيار الأوحد للتحرر والخلاص من الاحتلال الجبهة تؤكد على شعار ان المقاومة هي خيارنا ان المقاومة بكافة أشكالها مستمرة وعلى رأسها الكفاح المسلح ايضا لتقول ان هذا الحق غير قابل للتفريط او المساومة الفصائل الفلسطينية رأت في المناسبة فرصة لتوجيه التحية للمنتفضين في الضفة والقدس مشددة على ضرورة التوحد وانهاء الانقسام لمواجهة سياسات الاحتلال العدوانية في ظل حكومة اليمين المتطرف في اسرائيل من المحزن ان نرى من يتودد اليهم ويتقرب منهم ويبدل استعداد لخدمتهم ولذلك تزداد جرائمهم ويزداد تغولهم ويخرج علينا غلاتهم واكثرهم اجراما ودموية ويمعنون في قتلنا على مرأى اهلنا العرب والمسلمين وفي خضم ما تتعرض له مدينة القدس من خطر غير مسبوق تعالت المطالب هنا للامة بدعم فلسطين ومقاومتها يجب على الامة العربية ان تنبذ كل لغة التطبيع مع هذا العدو الصهيوني وان تنزع من ثوبها لغة التطبيع ضد مع هذا العدو الصهيوني وان تقف بجانب الشعب الفلسطيني الفصائل الفلسطينية تجددت تحذيراتها لإسرائيل مؤكدة ضرورة رد أي عدوان بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته لا خيار للتحرير والسعادة الحقوق إلا بالمقاومة بكل أشكالها تؤكد الجبة الشعبية لتحرير فلسطين وتشدد في ذكر انطلاقتها الخامسة والخمسين على ضرورة لم الشمل الداخلي لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية أكرم دلو الغزة الميادين قدم رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بن يمين نتنياهو طلبا رسميا إلى الرئيس السحق هرسوغ لتمديد فترة التفوض الممنوحة له لتأليف الحكومة وفق ما أفدت به وسائل ولا من إسرائيلية ويأتي طلبه نتنياهو بعد انتهاء مدة الثمانية والعشرين يوما الممنوحة له وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا للقانون الإسرائيلي يدرس هرسوغ الطلب وفي حال موافقته يمنح تفويضا لنيتنياهو لمدة أربعة عشر يوما غير قابلة للتمديد لتأليف الحكومة حذرت الأمانة العامة للأمم المتحدة من أن حجب السلطات الإسرائيلية تأشيرات الدخول عن موظفي مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابعي للمنظمة سيخلف عرقيلة طويلة لأجل بالنسبة إلى تلبية احتياجات الفلسطينيين نحن بالطبع يقلقون بشأن ما تبلغناه لجهة عدم توافر التأشيرات في الأشهر المقبلة لموظفي أوتشا العاملين في الأراضي الفلسطينية والقرار سيخلف عرقيلة طويلة الأجل بالنسبة إلى تلبية احتياجات الفلسطينيين نحن على تواصل مع السلطات الإسرائيلية بشأن هذه المسألة ونأمل أن تحل وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى عاصمة قرغيزستان بشكيك لحضور قمة الاتحاد الاقتصادي الوراسي وقالها مساعد الرئاسة الروسية يوري اوشاكوف أن قادة الاتحاد الاقتصادي الوراسي سيناقشون إنشاء سوق المشتركة للغاز خلال القمة قبل أن تنتقل رئاسة الاتحاد إلى روسيا اعتبارا من كانون الثاني يناير المقبل ويضم الاتحاد الاقتصادي إضافة إلى روسيا كلا من قرغيزستان وأرمينيا وبيلاروسيا وكزاخستان ومن موسكو ينضم إلينا مدير مكتب الميدين سلامة الوبيدي مرحبا بك السلامة وصباح الخير بداية هذه القمة التي يحضرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة الاتحاد الاقتصادي الوراسي هل توضحت أبرز الملفات التي ستكون على طاولة النقاش والحوار صرح الخير أحمد نعم بالفعل رئيس قرغيزستان صدر جبارف افتتح صباح اليوم هذه القمة وقال لدى كلمة الاستاح أن هذا الاجتماع يعقد في سياق الاضطرابات المالية والاقتصادية العالمية وهناك عبء كبير على اقتصادات الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وفي هذه الظروف الصعبة يرى جبارف أنه من المهم للغاية أن تفعل الدول الأعضاء في هذه المنظمة الاتحادية كل ما في وسعها من أجل شراكة تجارية واقتصادية واستثمارية متبادلة المنفعة بين بلدان هذا الاتحاد وأيضا تم التأكيد على ضرورة الالتزام الراسخ في التكامل الأوراسي الذي يعتبر أساسا متينا لتطوير وتعديل العلاقات في إطار هذا الاتحاد وعلى جدول أعمال هذه القدمة سبعة عشر بندان ستتضمن إزالة العقبات في السوق الداخلية للاتحاد وكذلك تفعيل سوق الخدمات وتمويل مشاريع التعاون الصناعي وربما الشيء الأكثر أهمية في هذه الظروف هو تشكيل سوق غاز مشتركة بين دول الاتحاد الاوراسيوي الاقتصادي نعم سلام يعني في هذه الخطوة الأخيرة التي ذكرت وهي إنشاء سوق مشتركة للغاز وهو ما ستم نقاشه خلال هذه القمة ما أهميت هذه الخطوة لسيما في ظل العقوبات الغربية على روسيا وتحديدا العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة بالفعل من وجهة النظر هذه أحمد تحبى بأهمية خاصة سواء مناقشة مسألة سوق الغاز المشتركة أو تشكيل اتحاد للغاز من بلدين عضوين في هذه المنظمة هما روسيا وكازاخستان وأيضا تستضيف هذه القمة رئيس وزراء أزباكستان وأزباكستان تتمتع بعضوية مراقب ولكنها أيضا من الدول المنتجة للغاز ولذلك على هامش هذه القمة سيعقد على الأرجح اجتماع ثلاثي بين الدول الثلاث روسيا وكازاخستان وأزباكستان للبحث في إمكانية تشكيل اتحاد للغاز وهذا أهمية هذه الخطوة في الظروف الراهنة هو تعزيز التعاون وتنسيق السياسات المتعلقة بتصدير الغاز من هذه الدول الثلاث لأنه تبدأ المحاولات من قبل الغرب لعرقلة العلاقات بما في ذلك في مجال الطاقة بين روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق المنتجة لموارد الطاقة يعني بالإضافة إلى كازاخستان وأزباكستان هناك أيضا دول أخرى مثل فركملستان وأذربيجان منتجة سواء كان للغاز أو النفط وتحاول الدول الغربية وتحديدا الأولايات المتحدة التدخل في علاقات روسيا مع هذه الدول من أجل إبعاد روسيا عن سوق الموارد الطبيعية على حساب تلك الدول لذلك من المهم جدا أن تبحث هذه النقطة وأن يكون هناك تنسيق فعلي بين روسيا وهذه الدول لمواجهة سواء كان سياسة العقوبات أو مواجهة محاولات إبعاد روسيا عن سوق الموارد الطبيعية أحمد من موسكو مدير مكتب المدين سلام العبيدي شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات الرئيس الروسي كان أكد أن روسيا بدأت بضرب البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بعد الهجوم على جسر القرم وتسال بوتين حول الصمت المطبخ بشان الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية لبلاده حاليا هناك الكثير من الضجيج حول هجماتنا على البنية التحتية للطاقة في دولة مجاورة نعم نحن نفعل ذلك لكن من بدأها من ضرب جسر القرم بمجرد أن نتحرك ونفعل شيئا ما هناك ضجة وصخب في جميع أنحاء العالم وهذا لن يتعارض مع مهامنا القتالية أقر مجلس النواب الأمريكي ميزانية الدفاع لعام 2023 والتي قدرت بنحو 850 مليار دولار وفق نتائج التصويت بعد أن بلغت نحو 780 مليار دولار العام الماضي وتحتوي ميزانية الدفاع على بند ينص على استبعاد روسيا من عدد من المنظمات الدولية بما في ذلك مجموعة العشرين إلى جانب توفير 6 مليارات دولار لاحتواء روسيا في أوروبا وتقليل الاعتماد على موارد الطاقة الخاصة بها كذلك تشمل الميزانية مساعدات عسكرية لتايوان بعشرة مليارات دولار إضافة إلى 800 مليون دولار لأوكرانيا وفي سياق متصل تستعد الولايات المتحدة لإرسال حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 275 مليون دولار إلى أوكرانيا بحسب وثيقة اطلعت علي رويترز وأمن المتوقع أيضا أن يضم البنتاجون إلى الحزمة قذائف لمنظومة همر الصاروخية وذخيرة من عيار 155 مليمترا وعربات عسكرية من طراز هامفي ومولدات كهربائية إلى ذلك تعتزم الولايات المتحدة أيضا نشر قوات مشات إضافية في أستونيا خلال الأسابيع المقبلة لتعزيز ما سمته الدفاعات على الجناح الشرقي لحلف شمال أطلسي وبحسب وزارة الدفاع الأستونية فإن عملية الانتشار ستشمل فرقة مشات أمريكية ترافقها منظومة همرس ومعدات قيادة وعظمة تحكم خاصة بها مضيفة أن هذا القرار يمثل تعزيزا كبيرا للوجود العسكري دوري لأمريكي في أستونيا ودول البلطيق ويعكس التزام واشنطن بأمن المنطقة أعلن مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزو باريل نفاذ المخزون الاحتياطي للأسلحة الأوروبية التي ترسل إلى أوكرانيا وقال بوريل إن نفاذ احتياطي لأسلحة الأوروبية سببه عدم تلقي المجمع الصناعي العسكري الأوروبي التمويل المناسبة خلال السنوات الماضية وضف أن إجمالي الإنفاق العسكري لدول الاتحاد الأوروبي ارتفع بنسبة 6% في العام 2021 أعتقد أن أول ما سأعرضه أمامكم هو مقدار ما ينفقه الأوروبيون على دفاعهم ووفقا لهذه البيانات بلغ الإنفاق الدفاعي في أوروبا العام الماضي 214 مليار يورو بزيادة قدرها 6% مقارنة بالعام السابق أجرت موسكو وواشنطن صفقة تبادل السجناء حيث تسلمت روسيا مواطنة تاجر الأسلحة فيكتور بوت مقابل تسليم لعبة كورتسالة الأمريكية بريتني جرينر وقد جرت عملية التبادل في مطار أبوظبي الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث عن دور للإمارات في عملية التبادل علما بأن السلطات الروسية كانت قد أوقفت برينتي في مطار موسكو لحيازتها الماريكوانا وحكم عليها بالسجن لتسع سنوات لم نتوقف أبدا عن الضغط من أجل إطلاق صراح بريتني لقد تطلب الأمر مفاوضات شاقة ومكثفة وأود أن أشكر جميع الموظفين العموميين المجتهدين عبر إدارتي الذين عملوا بلا كلل لإطلاق صراحها أود أيضا نشكر دولة الإمارات على مساعدتنا في تسهيل عودة بريتني موسيقى أهلنا وزير الدفاع تركي خلوصي أكار أن بلاده تعمل لشراء أربعين مقاتلة أمريكية من طراز F-16 وتحديث نحو ثمانين طائرة أخرى وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظير الفنلندي في أنقرة شدد أكار على ضرورة إنهاية أنشطة تنظيم EBKK وEBG في فنلندا من جانبه أكد الوزير الفنلندي دعم بلاده لتركيا في مكافحة التنظيمات الإرهابية وفي الشمال السوري يعيش أهالي الملكية هواجس التهديدات التركية بشن عملية برية الأمر الذي يدفع من بقي منهم إلى التفكير في الهجرة تقرير ضلباشر من مدينة المالكية في أقصى شمال شرق سوريا عند الحدود مع العراقي وسوريا وتركيا نبدأ الجولة الميدانية على مسافة الثلاثين كيلومترا التي يقول الرئيس التركي بأنه يردها أن تكون منطقة آمنة بعد عملية عسكرية تستهدف الشمال السوري هواجس السكان هنا كثيرة لطالما اشتهرت هذه البلدة الصغيرة بتنوع أعراقها من قوميات سورية مختلفة من أرمن وكلدان وأشور إلى الكردي والسريان والعرب جمعتهم جغرافيا المالكية التي تعيش اليوم هواجس الحرب التي تدفع أبناءها إلى هجرة يخشون أن تكون طويلة الأبد لم تمنع التهديدات التركية سارغون ومن معه من العودة للإطبئناني على المالكية حتى لو دخلت بتركيا بدك تجي ياو تآجي إذا أقدر آجي وفي أمل أنه آجي تآجي ما هو شوف كل شبابنا وكل العالم الموجودين بأوروبا لا تفكرا مرتاحين في عليهم هنه في هونيك ضغوط وهم في ضغوط والزاكرة تبعنا هي زاكرة فيها ألم من تركيا وخوف لهذا التخوف أكيد يخلي الأهالي يحملن لأنه يكونوا عم يهاجروا إذا ضلت تهديدات عم تزيد من 15 يوم صار في ضربة تركية يعني كان في حال تخوف وهلع كتير كبيرة وخلت العالم كتير تفكر بالهجرة يعني اللي ضل كمان يفكر بالهجرة تشكل العملية العسكرية التركية التي يهدد بها أردوغان في هذه المنطقة هاجسا كبيرا للسكان خاصة وأنها ستذكرهم بما عاشه أجددهم سابقا عندما تركوا جنوب الأنظول وجاءوا إلى هذه المناطق للإقامة فيها رضا الباشا من بلدة المالكية في ريف الحسك الشمالي الشرقي في أقصى شمال الشرق سوريا الميدن شدد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على التزام بلاده بمبدأ الصين الواحدة وفق ما ذكره التلفزيون الصيني المركزي وخلال لقاء جمعوا بالرئيس الصيني شي جينبينغ في الرياض أشار ابن سلمان إلى أن الرياضة تدعم الصين في الدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وتدعم الإجراءات والجهود التي تبذلها لنزع التطرف كذلك لفت ابن سلمان إلى معارضة السعودية للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للصين بحجة حماية حقوق الإنسان وفق التلفزيون الصيني يعقد قادة دول مجلس التعاون قمتهم العتيادية الثالثة والأربعين في العاصمة السعودية الرياض وتحمل هذه القمة أهمية خاصة لكونها تأتي من بين ثلاث قمم دولية تصدفها السعودية في اليوم نفسه ويشارك فيها قادة دول خليجية أيضا وهي القمة الخليجية الصينية الأولى والقمة العربية الصينية الأولى وعشية عقاد القمتين الصينية العربية والصينية الخليجية في الرياض التقى الرئيس الصيني النظير المصري حيث بحث الطرفان تعزيز الشراكة للإستراتيجية الشاملة التي تجمع بين البلدين ومع أكسات زيارتنا إلى بيكين في فبرار الماضي للمشاركة في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية من رسالة دعم وتضامن مع الصين ومثالته من دافعة للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات وأكد حرصنا على مواصلة الارتقاء بالعلاقات السنائية خلال الولاية الثالثة لكم فخامة الرئيس بشكل سنائي أو ضمن مبادرة الحزام والطريق كما التقى الرئيس الصينية الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبحث اللقاء وهمية إنجاح القمة العربية الصينية التي ستعمل على تعميق التعاون نحو المستقبل المشترك العربي الصيني نحن الشعب الفلسطيني يعتز كل الاعتزاز بالعلاقة مع الصين الشعبية ودائما أبدا نشعر أن الصين بحجمها وثقلها وقوتها تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني ولذلك نحن نقول لكم شكرا ونقول لكل الشعب الصيني من خلالكم شكرا على دعمكم لنا وموقفكم منا نحن مع الصين الواحدة نحن مع مطالبكم السياسية وغير السياسية لأننا نراها عادلة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز كان قد وقع مع الرئيس الصيني اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين قبل أن يشارك في قمم عربية وخليجية بحضور أكثر من ثلاثين قائد دولة ومنظمة دولية عصر جديد من العلاقات بين الصين من جهة والسعودية ودول الخليج من جهة ثانية ستفتحه زيارة الرئيس الصيني تشي جينبينغ الاستثنائية إلى الرياض الرئيس الصيني الذي يواصل لقاءاته المسؤولين السعوديين شدد على أن بلاده ستعمل مع الجانب الخليجي على بناء نمط جديد ومتزايد الأبعاد لتعاونهما في مجال الطاقة تصريح يكتسب أهمية مضافة في ظل متغيرات عالمية لم تعد فيها واشنطن اللعب الأوحد والأقوى في الساحة الدولية فمنذ دخول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض استدارت السعودية إلى الشرق لفتح قنوات اتصال مع روسيا وتوطيد العلاقة مع بكين تحت عنوان تعزيز الترابط الاستراتيجي فبرغم تمسك الرياض بتحالفها مع واشنطن إلا أنها لجأت إلى خيارات أخرى تضمن أمنها الاستراتيجي ومصالحها الاقتصادية ووضعت عينها على التنين الصيني الذي يشهد صعودا اقتصاديا وسياسيا في منطقة الشرق الأوسط في المقابل ترى بكين المنطقة العربية مهمة لها جيوستراتيجيا بسبب وقوع طرق التجارة فيها وكذلك بسبب احتوائها على مصادر الطاقة خصوصا أن الصين هي المستهلك الأكبر للطاقة في العالم وسط هذه الأجواء تحضر على مائدة المباحثات المرتقبة بين الجانبين ملفات شتى سيشارك فيها تشي في ثلاث قمم الأولى مع الملك السعودي وولي عهده محمد بن سلمان على أن تليها قمة صينية خليجية وأخرى صينية عربية في الإطار نفسه بمشاركة قادة خليجهين وعرب هذا فضلا عن توقيع الوفد الصيني على اتفاقيات مع الرياض بقيمة ثلاثين مليار دولار تقول قناة سي أن أن في تعليقها على الزيارة إنه على الرغم من مناشدات واشنطن المتكررة لحلفائها العرب في الخليج لرفض التجارة مع الصين فإن علاقة المنطقة مع بكين تستمر في التطور ليس فقط في التجارة ولكن أيضا في الأمن النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل تظاهرات في السودان رفضا للاتفاق الموقع بين المدنيين والعسكريين أهلا بكم من جديد أعلنت السلطات في المملكة المتحدة أنها ستستعين بالجيش لتأمين خدمة الحد الأدنى في المرافق الحساسة أثناء الإضرابات في فترة عياد نهاية السنة والتي تتصاعد في مواجهة التضخم وتتوالى التحركات مع اقتراب عيد الميلاد للضغط على الحكومة وتطال كل القطاعات النقل واللوجيستيات وتوزيع البريد وقطاع النفط والتعليم والأمن وشرطة الحدود والصحة وقال متحدث باسم رئيس الوزراء أن هذه الإضرابات ستحدث بلبلة للجميع بما يشمل الطواقم العسكرية التي ستضطر إلى إعلان التعبئة والقيام ببعض الوظائف الحيوية في البلاد وضف أن محادثات تجري مع وزارة الدفاع من أجل أن يحل عسكريون محل أفراد الطواقم سيارات الإسعاف المضربين قدم رئيس البيرو المعزول بدرو جاستيو طلبا رسميا للحصول على حق اللجوء في المكسيك وفق ما أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد وأشار إبرارد أن بلاده باشرت التشاور مع الحكومة البيروفية في هذا الشأن لافتا إلى أن سفير المكسيك في ليما تمكن من التحدث مع كاستيو من مكان احتجازه في قاعدة للشرطة حيث وجده في حالة جسدية جيدة وبرفقة محاميه الذي قال بدوره أن الرئيس السابق ضحية الطهاد لا أساس له من جانب أجهزة العدالة الرئيس البنزولي نيكولاس مادورو رأى أن رئيس البيرو المعزول بدرو كاستيو كان ضحية لمؤامرة النخب اليمينية التي كانت تمنعه من إدارة البلاد مادورو أشار إلى أن جميع الظروف الأخيرة كانت نتيجة لأعمال النخب الأوليغارشية التي لا يمكن أن تسمح لمدرس عادي بأن يكون رئيسا للبيرو الجناح اليميني تأمر على الرئيس بدرو كاستيو يصل اليوم إلى مرحلة إذلاله سيعمدون إلى إذلاله وسجنه لقد حكموا عليه بالسجن لمدة ثلاثين عاما الأوليغارشية في ليما تقوم بفعل ما تريده ولتزال شوارع العاصمة البيروفية ليما تشهد تظاهرات منددة بعزل الرئيس كاستيو حيث عمدت الشرطة إلى تفريق المتظاهرين بالهروات وقنابل الغاز المسايل للدموع ودهمت القوات الأمنية فجرا ما قرر رئاسة الجمهورية وبعض الوزارات في ليما بحثا عن أدلة ضد الرئيس السابق الذي يجري التحقيق معه بتهمة التمرد والتأمر غدا تمحاولته حل البرلمان خرج الألف من المتظاهرين في العاصمة السودانية الخرطوم رفضا للاتفاق الإطاري الموقع بين المدنيين والأسكرين لإيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد وبدعوة من تنسيقيات لجان المقاومة السودانية جالت التظاهرات في العديد من مناطق العاصمة وفي أمدرمان وبحر حيث أغلق المتظاهرون عددا من الشوارع الرئيسية والفرعية وسط العاصمة بعد محاولتهم الوصول إلى القصر الرئاسي كذلك أطلقت القوات الأمنية قنابل صوتية وعبوات الغاز المسايل للدموع باتجاه المتظاهرين أكد نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين عزي أن صنعاء تعتبر الاتفاق الدفاعي الموقع بين الإمارات وما وصفه بحكومة المرتزقة برئاسة العليمي عملا غير قانوني وتطولا إماراتيا سخيفا هدفه النيل من إرادة ومصالح الشعب اليمني وضف العزي في تغريدة على تويتر أن أبو ظبي تمارس سلوكا عدئيا في اليمن وتحاول استعمال المرتزقة غطاء بائس لإطالة وجودها غير المشروع على أراضيه مشددا على أن حكومة العليمي غير معترف بها لدى الشعب اليمني ولا تمثل مصالحها 159 ضحية يمنية سقطت من جراء الألغام الأرضية والمتفجرات التي خلف عدوان التحالف وصنعاء تطالب الأمم المتحدة بتوفير الدعم اللازم لفرق نزع الألغام أحمد زبيبا والتفاصيل إحاطة لمديرة دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام إيلين كوهان قبيل مغادرتها مطار صنعاء الدولي بعد زيارة استمرت لأسبوع إيلين وكما تقول عايشت جزءا بسيطا من الخوف الذي يعيشه أبناء محافظة الحديدة بسبب انتشار الألغام والمتفجرات خصوصا بعد تعرض قافلة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة إلى لغم أرضي خلال زيارة ميدانية عايشت جزءا بسيطا من الخوف الذي يسبب الشلل والذي عانى منه سكان الحديدة لسنوات وما زالوا يعانون منه كل يوم فاللغم الأرضي سلاح عشوائي ولا أستطيع أن أتخيل الأثر المروع الذي يتركه العيش مع الخوف من الوقوع ضحية لمثل هذه المتفجرات على اليمنيين خاصة الأطفال المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بصنعاء شدد على ضرورة قيام الأمم المتحدة بتنفيذ التزاماتها ودعم فرق نزع الألغام في اليمن فهذه الفرق تتعامل مع المتفجرات من دون تأمين سترات النجاة الواقية ومعدات الحماية الضرورية بعد توقف الدعم الأممي الدعم محدود جداً وبالفترة الأخيرة أبلغ الأمم المتحدة أبلغ المركز بأن هناك شحة في الدعم وأنه لا يوجد تمويل وأن علينا تقلس وكان المفترض أن يضاعفه الدعم اليمن من أكثر دول العالم انتشاراً للألغام الأرضية والمتفجرات نتيجة الحرب وفق تقارير أممية بينما الجهود المحلية وبدعم أممي محدود استطاعت إزالة نحو ثلاثة ملايين قنبلة ولغم أرضي فقط خلال السنوات الماضية تأمل صنعاء بأن تكون إجراءات الأمم المتحدة لنزع الألغام في اليمن وخصوصاً في الحديدة غرب اليمن جدية وعاجلة وأن توفر الدعم اللازم من الأجهزة الخاصة لكشفها والتخفيف من معاناة اليمنيين أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين دعت الخارجية الإيرانية الغربة إلى التوقف عن استضافة الإرهابيين ودعمهم وتشجيعهم بدلاً من إظهارها عدم النزاهة ورداً على تصريحات مسؤولين أوروبيين قالت الخارجية الإيرانية إن طهران استخدمت أقصى درجات ضبط النفس في تعملها مع أعمال الشغب على عكس العديد من الأنظمة الغربية التي تقمع بوحشية وعنف حتى المتظاهرين السلميين وأكدت الخارجية أن الأمن العام هو خط أحمر بالنسبة إليها وأنها لن تتسامح مع الهجمات المسلحة وعمليات التخريب طالبت خمس منظمات ونقابات تونسية السلطات بسحب مرسوم يتعلق بأنظمة المعلومات والاتصال متبرة إياه تهديداً لكل رأي مخالف للسلطة جاء ذلك في بيان مشترك صادراً عن الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والجامعة التونسية لمديري الصحف والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان البيان طالب بسحب المرسوم الرقم أربعة وخمسين باعتباره مناقضاً لأهداف الثورة ولما يحوي من تهديدات على كل من يبادر إلى إعلان رأي مخالف للسلطة بحسب البيان رأى رئيس تحرير موقع الرأي الجديد صالح عطية أن الحاملات الانتخابية في تونس هي عبارة عن خطاب هش ولا علاقة لها بما شهدته البلاد طيلة عشر سنوات وخلال مشاركة في تغطية تونس سؤال مصير على شاشة الميادين أعتبر عطية أن البرلمان المقبل سيكون أداة بيد الرئيس قيس سعيد هذا البرلمان ما هي صلاحيته؟ هل سيشرع؟ التشريع في قصر قرطاج وهذا البرلمان سيكون أداة من أدوات قصر قرطاج لا نقاش في ذلك ليست لديه أي صلاحية بالعكس تماماً مجالس الأقليم الذي يزمع الرئيس أن ينتجه في الأسابيع القادمة والأشهر القادمة إذا تم ذلك طبعاً سيكون أكثر أهمية من البرلمان وهذا المشكلة الرئيسي الآن نحن ننزع نحو نظام سياسي رئاسوي بالأساس يستحوذ على كل السلطات يستحوذ على كل الهيات على كل المؤسسات الدستورية في البلد وهذا الذي سينتجه برلماناً هشاً وبرلماناً لا قيمة له من حيث الصلاحية ومن حيث التشريع ومن حيث تغيير الوضع السياسي من جانبي قال الكاتب والمحل السياسي محمد ذويب أنه يحسب للرئيس قيس سعيد أنه أخرج تونس من الاستفافات العيدولوجية هذا النظام الجديد سيفرز برلمان جديد بطبيعة الحالة النظام السياسي تغير في اتجاه نظام رئاسي لأن النظام البرلماني السابق لم يقدم شيء للتونسيين ولأن البرلمان السابق رذل العملية السياسية ورأينا مسيرات للتونسيين من أجل الضغط من أجل حل هذا البرلمان مما يحسب لقي سعيد أنه منذ تقريبا وصوله إلى السلطة غادرت تونس منطق الاستفافات الأديولوجية التي عانينا منها سابقا خاصة في عهد منصف المرزوقي قبل 2014 عندما كانت تونس موالية للحلف القطري الأمريكي وتورطت حتى في المسألة السورية واستضافوا مؤتمر أصدقاء سوريا وقاطعوا العلاقات مع سوريا عشرات المخالفات الانتخابية في تونس حيلت على نيابة العامة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفيما تستعد الأحزاب المعارضة لتنظيم تحركات احتجاجية تتواصل الاستعدادات لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد التقرير التالي لساميح البغان قبيل أيام قليلة من الانتخابات التشريعية تمت إحالة عشرات المخالفات الانتخابية على القضاء مخالفات أبرزها التحريض على الكراهية والعنف وقد تؤدي بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى إلغاء نتائج فائزين في الانتخابات ويتزامن هذا الأمر مع بدء عملية تأمين المراكز الانتخابية في الغاصمة وأنحاء البلاد من المواد اللوجستية خطاب فيه نوع من العنف والتحريض إما من مترشحين ضد مترشحين ولا أيضا حتى من أطراف سياسية وحزبية ضد مترشحين ولا حتى ضد هيئة الانتخابات راه كل خطاب يدعو إلى العنف والكراهية والتعصب والتحريض ضد مؤسسة الدولة يعني هيئة الانتخابات هي مؤسسة مؤسسة الدولة أو ضد المترشحين راه تخضع إلى القانون وفي الوقت الذي تستعد فيه أحزاب المعارضة إلى تنظيم تحركات ميدانية سبت المقبل رفضا للمصار الانتخابي أعلنت مجموعات من المنظمات والجماعية التونسية عن تحركات خلال الساعات المقبلة تنديدا بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية تحركات وإن اختلفت أهدافها فإنها تحمل بحسب متابعنا رسائل إلى الخارجي والداخل تأثير التحركات هذه في تقديري لن يكون داخليا بل سيكون خارجيا فيه رسائل إلى الخارج أنه فما حجم كبير من المعارضين المصاري اللي يقود ورئيس الجمهورية قيس سعيد والانتخابات هذه تحركات بشتبين حجم الناس المعارضين اللي مش بشتشارك في الانتخابات هذه ويتوقع مراقبون أن تكون الانتخابات المقبلة هي الأضعف من حيث المشاركة في ذل غياب الاهتمام الشعبي أو السياسي ومقاطعة أغلب الأحزاب السياسية لهذا الاستحقاق فتور الحملات الانتخابية يقابله تصعيد من المعارضة التي اختارت النزول إلى الشارع تطورات قد تربك المشهد السياسي قبل أيام من موعد الانتخابات التشريعية واستكمال آخر مراحل خارجة الطريقة التي رسمها الرئيس التونسي قيس سعيد سميح البغانمي تونس الميتين الحفاظ على تراث مدينة عجلون أصبح الشغلة الشاغلة لأبنائها نساء كانوا أو رجالا فتطريز الثوب العجلوني وصناعة المهباش أخذاني في الازدهار نعفذة على عجلون ليلانا شهيد الحفاظ على التراث مهمة حملها أهالي عجلون فالنساء يعملن على ترسيخ حب الثوب العجلوني أما الرجال فهمهم إعادة الروح إلى حرف يدوية باتت على شفيري لاندثار الثوب العجلوني المسمى بالمدرقة أو بين إبرتين هو ثوب من الأثواب التقليدية الفن من الفنون الأردنية التاريخية الشاهد على تطور الحياة الأردنية وإحنا بالوقت الحالي منحاول أنه نسترجع الثوب بالمناسباتنا وبعداتنا مرة عندنا بعجلون يعني المتقدمة بالعمر يعني ما بتحب تلبس ثوب أحمر أو زهري أو لون يعني فاجع الستات الكبار يلبس لني اللي اسمها الحطة يلبس لني اسوان تقدمات بالعمر شوي والعرج اللي يلبس لني الصبايا اللي بأول عمار هن نحن بيت المهباش الأردني منهتم بصناعة المهباش كونه حرفة عربية أردنية في أنواع من المهباش تغض وقت أكثر من سن ونصف حتى من الألف إلى الياء ولكن في أنواع بتكون أسرع إذا كان الخشب جاف بلغاية أسبوع أو أي يومين أو ثلاث حسب حجم المهباش ونوع الزغرفة في أنواع مهباش وصلت بتطعيم العظم والعاج وأنواع أخرى من الأحجار الكريمة وصل ثمنها أكثر من ألفين دولار لنا شهين عجلون آل ميادين موسيقى موسيقى انطلقت في العاصمة العراقية فعليات معرض بغداد الدولي للكتاب بمشاركة العشرات من دور النشر والتوزيع العربية والأجنبية تقرير محمد الفهد معرض بغداد الدولي للكتاب يفتح أبوابه من جديد لاستقبال طلاب المعرفة والثقافة والأدب موسيقى بمشاركة نحو مئتين وخمسين دار نشر عربية وأجنبية من عشرين دولة وبنحو مليون كتاب انطلقت فعاليات المعرض الدولي للكتاب في دورته الثالثة التي سميت باسم المفكري والمؤرخ الإسلامي العراقي هادي العلوي العراق الآن أصبح مركز للتواصل الثقافي وربما للإحياء الثقافي لأن إقامة مثل هكذا معرض وبهذا الحجم وبهذه المشاركة دليل على استعادة الدور الثقافي للعراق بوصفه رمزا تاريخيا فضاءا تاريخيا ممثلوا دور النشر العربية والأجنبية تحدثوا عن أهمية البيئة المعرفية العراقية فبغدادوا بالنسبة إليهم ميدان للنهل المعرفي بمساحة تتفوق على باقي المساحات والمعارض في المنطقة وانا جيت فوقت حتى بالدزاين الخاص بابد الأسود بترجعنا الروح القديمة بمفهوم العصري يعني حاليا دورنا مدخلات الأجنحة وجدت مختلف المعرفة طبعا نحن بغداد نحن ما منقدر ما نشارك فيه لأنه طبعا القارئ العراقي معروف عالميا عربيا وإسلاميا أنه هو من القراء الأوائل في الوطن العربي والإسلامي ونحن منعتز فيهم ويشهد المعرض ندوات ثقافية لبلورة رؤية نقدية للكتب بالإضافة إلى فعاليات متنوعة وحفلات لتوقيع الكتب من قبل مؤلفين عراقيين وعرب استعادة العراق لموقعه الريادي في المجالات المعرفية والأدبية حوله إلى نافذة ثقافية يطل من خلالها القارئ العراقي على أبرز العناوين العربية والأجنبية التي تسابقت دور نشرها لحجز مساحاتها في أرض معرض بغداد الدولي للكتاب محمد الفهد بغداد الميادين ومن فعليات معرض بغداد الدولي للكتاب نصل إلى ختام هذه النشرة تذكير بالعناوين قوات الاحتلال تكثف اعتداءتها على مناطق الضفة الغربية وتقرر هدم منزل الشهيد عدي التميمي ونيتنياهو يطلب تمديد مهلة تأليف الحكومة الرئيس الروسي يشارك في قمة الاتحاد الاقتصادي لرأسي في قرغيزستان والبحثه سيركز على إنشاء سوق مشتركة للغاز بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع السعودية الرئيس الصينية تحدث عن عصر جديد مع العالم العربي وأبن سلمان يرفض التدخل الخارجي في شؤون الصين بذاريعة حقوق الإنسان الحكومة البريطانية تعلن أنها ستستعين بالجيش لتامين خدمة الحد الأدنى في المرافق الحساسة أثناء الإضرابات في فترة الأعيان استمرار التظاهرات المنددة بعزل الرئيس البروفي والأخير يقدم طلبا للجوء السياسي في المكسي لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات المادين على الإنترنت المادين.net بلغات الثلاثة العربية والإنجليزية والإسبانية وكذلك مختلف مواقع أو مختلف صفحات التواصل على المواقع نلقاكم على خير اشتركوا في القناة